بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأجبال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحطيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها الموتلون إذ أوسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم موتلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنذر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنسهوا لنرجمنكم وليرسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرقون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي حطرني وإليه توجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقلون إني إذا لدي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاتمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلى هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدك العرجون القديم للشمس ينبغي لأن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركضون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينطدون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم استقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالطور فإلى هم من الأجداء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإلى هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم هدو مبين وأن اعبدوني هذا طراب مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفنم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تتقون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمتنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرزعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وللنا لا هانهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مماسع ومشارب أفلا يشكون واتقذوا من دون الله آلهة لعلهم ينفرون لا يستطيعون نطرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإله وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونتي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يطول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر